وفق مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة في الأسواق للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما مشيرا إلى زيادة منافذ البيع وتيسير نقل السكر بين المحافظات المختلفة شكرا